بعد أن أنهت رحلة علاج امتدت لستة أشهر في الأردن إثر إصابتها البليغة خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على غزة عادت الطفلة صار المتربيع إلى القطاع مكللة بالأمل والدتها التي كانت ترافقها في رحلة العلاج وضعت مولودها في مدينة الحسين الطبية وقامت بتسميته عبدالله تيمنا بجلالة الملك عبدالله الثاني هنا غزة حيث الأطفال أكبر من أعمارهم فسارة التي لم تتجاوز سنواتها الخمس باتت تعرف إلى جانب الألوان أنواع الصواريخ وأشكال الإصابات وربما معنى الموت فبسبب غارة من طائرات الاحتلال خلال العدوان الأخير وجدت المتربيع نفسها مجازا بأرجل لا تحملها ولا تسير بها نحو الحياة طبعا الإيش الصار معها كتير كان صعب بالنسبة لطفلة عاشت الأجواء الحرب يعني مش هين إنه طفلة تكون تحت الأنقاض وطلعتها بين إيدي يعني وشافت الموت بعينيها وليش اليهود عملوا فينا هيك في أسئلة ما بقدر أجاوبها عليها لأنها طفلة صغيرة لسه لا يدى تحنو على الغزيين كاليد الأردنية في الوقت التي قطعت فيها أذرع العالم عن عون أطفال غزة حيث تكفلت المملكة بأمر ملكي بعلاج سارة التي أجرت أكثر من عشر عمليات في مدينة الحسين الطبية صحيح إنها كتير كانت صعبة الرحلة لكن عن جد كان هناك أطباء كادر طبي رائع يعني مش بس اهتموا في سارة حتى يعني أنا أعطوني الجانب من الاهتمام انتهت رحلة العلاج في الأردن ولم تجد عائلة سارة شكراً أبلغ من أن تسمي ابنها المولود في المملكة بعبد الله تيمناً بجلالة الملك عبد الله الثاني وعرفاناً لإنسانيته أنا اخترت إثم عبد الله عشان إثمي الملك عبد الله أنا بحب الملك عبد الله لكي نجابني على الأردن وعالجني ما قام به الأطباء الأردنيون يكاد يتخطى حد المستحيل فمن كانت إمكانية أن تسير على أقدامها صعبة باتت بعد رحلة العلاج التي استمرت ستة أشهر سهلة المنال هذه للأردن هذه للأردن؟ تجهل سارة كبقية الأطفال في غزة قصص الخيال كقصص أميرات ديزني لكنها ودون أن تعلم تجسد قصة بائعة الورد حين اختارت أن تقدم هذه الوردة للأردن امتناناً على منحها شيئاً من الأمل غاز العلول رؤيا قطاع غزة